استقبل سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدأ للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب السفير عبدالله ربيع سعيد ربيع بمناسبة تعيينه سفيرا لمملكة البحرين لدى جمهورية السودان وفي بداية اللقاء هنأ سموه السفير عبدالله ربيع بالثقة الملكية السامية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدأ حفظه الله ورعاه بتعيينه سفيرا لمملكة البحرين في السودان مؤكدا سموه على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية السودان في مختلف المجالات متمنيا سموه للسفير التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية من جانبه أعرب السفير عبدالله ربيع عن شكره وتقديره لسموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على توجيهات سموه لتطوير العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية السودان مشيرا إلى أنه سيعمل جاهدا من أجل ترجمة توجيهات جلالة العاهل المفدأ حفظه الله ورعاه في الارتقاء بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين اشتركوا في القناة